ايضا نتمنى التوفيق لكافة المشاركة التواصل يستمر والانطلاقات تتواصل في ارضية هذا الميدان في هذا التواصل الجميل والتحديات الرائعة ينطلق بحفظ الله ورعاية الشوط السادس عشر في عشواط صباحي هذا اليوم يحمل الكثير والكثير يحمل تحديات ومفاجهات في هذا السن سن المفاجهات اللي قاية تتنافس على شرف الفوزي ونموس خاص هذا الشوط بالابكار المهجنات الاصائل في هذا الانطلاق وصلنا الى المراكز الأولى تقدمنا لنتعرف على مقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق نشوف هناك السيطرة على المقدمة في هذا هذه تتقدم في هذه اللحظات تتقدم وشوف شعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري تسيطر على مقدمة الشوط وهي غزر على قيادة هذا الشوط بالاندفاع الجميل بينما تليها في المركز الثاني في المركز الثاني اشوف اشوف الدخول في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق هذي جبارة جبارة سالم بسعيد بن منانا يقدم جبارة في هذا الانطلاق الى المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز هاملولة هاملولة عيسى بن سهيل بن خلفان الاكتبي على المركز الثالث المركز الرابع من وصلت له في هذه اللحظات على رابع المراكز سيوف سيوف منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي على المركز الرابع والمركز الخامس اشوف الدخول من الجانب الاخر في هذه الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل هذه دمعة يوسف بن ناصر بن خادم النصيري تتقدم على المركز السادس المركز السابع في هذه الانطلاقات في هذه التحديات وصلت عون تتقدم ويقدمها فالح فالح السحيمي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع بينما المركز الثامن ثامن المراكز الدخول في هذه اللحظة والانطلاق تتواصل مراسيل مراسيل محمد بن سعيد بن محمد الرميثي والمركز التاسع 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 في هذه اللحظات وهذه يتواجد بهيان بن عامر بن قانوش العامري والمركز العاشر 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 هذه رقم هامية هو واحد تقدمت ريتال سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري في هذا الاندفاع هذه المهجنات في الشوط السادس عشر بهذه الأسماء وبهذه الشعارات الجميلة والرائعة في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع أنهينا الندال العشر عدنا مرة ثانية إلى المراكز الأولى إلى المراكز الأولى وهذه دمع اللي غيرت دمع يوسف بن ناصر بن خادم النصيري قادة الشوط دمع قادة الشوط دمع مع النصيري يقدم دمع تنطلق بالمركز الأول تندفع وتقود هذا السيل وهذا الكم المركز الثاني المركز الثاني مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذه الانطلاقات في هذه الاندفاعات المركز الثالث في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع أشوف هذا المسار والتحدي الجميل بن سرود بن سرود بن سرود يتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر ويقدم لنا وياتينا بكل ما هو جميل بكل ما هو جديد يوسف وهذه السيوف هذه سيوف منصور بن ناصر بن سرود الخيالي يتقدم بينما تاتي في هذه اللحظات عوز 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 تاتي في هذه الانطلاق وفالح بدبيش بن حمد السحيمي يتقدم السحيمي يتقدم مأراعي عوز في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الكيلو الأخير الكيلو الأخير وغيرت عوز غيرت على المقدمة انطلقت بالمركز الأول انطلقت بالمقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل وهذه عوز هذه عوز فالح بدبيش بن حمد السحيمي ياتي في المركز الأول ينطلق بالمقدمة يغير مع عوز مع عوز اللي في المركز الأول تنفرد غادم من المملكة من تبوك الورد من تبوك الورد على المركز الثاني ولكن هذه مذيار 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 اسريو بالصمغة بالسريو العامري غيرت إلى المركز الثاني ولكن أعود أعود مع الدبشي اللي ينطلب المقدمة في الاربعمائة متر الأخيرة أمغدم لنا عوز أمغدم عوز فالح بالدبشي بن حمد السحيمي ووصل علي بن سعيد الزرعي 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 براشد واصل على المركز الثاني في الأمتار الأخيرة الله عليك ولكن عوز عوز الدبشي على المقدمة السحيمي والزرعي الزرعي من الجانب الآخر ولا السحيمي السحيمي ولا الزرعي الزرعي براشد أشكرك يا براشد علي بن سعيد الزرعي سلام للسلطنة شوف هذا الدخول المركز الثاني مذيار وصلت في المركز الثاني السريو بالصمغة العامري في ثاني المراكز المركز الثالث عاطف بن عطية القرش هياته في المركز الثالث المركز الرابع عوز تت في المركز الرابع لفالح بالدبشي بن حمد السحيمي على المركز الثالث والمركز الرابع عموما على كل حال شوف هذا التجمع وهذا الدخول التوقيت الزمني السبع دقائق واحد وعشرين ثانية وجزين من الثانية من حلت في المركز الأول في الأمتار الأخير وجود وعلي بن سعيد بن سالم الزرعي سلام لهالي السلطنة في جعلان وشكرا براشد المركز الثاني شوف هذا الدخول ما شاء الله الجماعي ولكن سبع دقائق واحد وعشرين وخمسة جزا من حلت في المركز الثاني وهي خمسة وعشرين هذه تدخلت مذيار مذيار السريو بن الصمغة بن السريو العامري اخذت المركز الثاني المركز الثالث سبع دقائق واحد وعشرين وخمسة جزا بنفس التوقيت ولكن هذا الدبشي الذي حل في المركز الثالث هذه عوز عوز فالح بالدبشي بن حمد السحيمي اتى في المركز الثالث هانينا والناموس اشتركوا في القناة